فوائد صحية للفلفل الحر يفيد الجهاز الهضمي قد يبدو هذا غير بديهي لكن الكبسيسين الموجودة في الفلفل يعمل كمضد للتهيج تم إخبار الأشخاص الذين يعانون من القرحة منذ سنوات بتجنب الأطعمة الحرة لكن الأبحاث كشفت أن الفلفل مفيد للقرحة على سبيل المثال يوفر مسحق الفلفل كميات ضئيلة من مضادات الأكسادة والمواد الكينيائية الأخرى للمساعدة في مشاكل الجهاز الهضمي مثل شفاء اضطراب المعدة وتقليل الغازات المعوية وعلاج الإسهال والعمل كعلاج طبيعي للتشنجات يقوم بذلك عن طريق تقليل الحموضة في الجهاز الهضمي التي تسبب القرحة كما أنه يساعد على إفراز اللعاب ويحفز عصارة المعدة التي تساعد على الهضم يعزز صحة القلب كما أنه يساعد في الدورة الدموية ويمنع أمراض القلب عن طريق خفض نسبة للكوليسترول في الدم ويقلل من ترسبات الدهون وبالتالي يعكس تجلط الدم الزائد كما أنه يوسع الأوعية الدموية للمساعدة في تدفق الدم يخفف من الصداع النصفي هل سبق لك أن شعرت بألم في جزء من جسمك كان محور تركيزك الوحيد حتى تشعر بألم آخر كان أسوأ اختفى الألم الأصلي ببساطة عندما ركز دمالك على الإصابة الجديدة هذه الظاهرة هي ما يحدث للصداع النصفي عندما تستهلك الفلفل الحر يصبح جسمك غير حساس تجاه الصداع النصفي ويقل الإحساس العام بالألم الفلفل الحر يخفف آلام المفاصل نظرا لخصائص الكابسيسين القوية في تخفيف الآلام من الفلفل يمكن وضعه على الجلد لتقليل المادة الكيميائية بي وهو المكون الذي ينقل رسائل الألم إلى الدماغ في النهاية تستنفد مستقبلات الألم نفسها عن طريق استنزاف اغتياطية الجسم بمجرد حدوث ذلك يعمل الكابسيسين كمسكن للألم يتم استخدامه بشكل فعال لقبال منطقية والاعتلال العصبي لفيروس نقص المناعة البشرية وأنواع أخرى من الألم يحسن التمثيل الغذائي يعزز فقدان والوزن يعمل الفلفل الحر على زيادة معدل الأيد عن طريق توليد العمليات الحرارية في جسامنا التي تولد الحرارة تستخدم هذه العملية الطاقة وبالتالي تحرق سعرات الحرارية الإضافية بالإضافة إلى ذلك إذا تم تناول الفلفل للحر في وجبة الإفطار يتم كبت الشهية لبقية اليوم مما يساعد في النهاية على إنقاص الوزن حتى أنه قد يغير البروتينات في جسمك لمكافعة تركم الدهون تم دراسة الكابسيسين أيضاً كطريقة شاملة لفقدان الوزن سوف يدمر بشكل انتقائي الألياف العصبية التي ترسل رسائل من المعدة إلى الدماغ يهدئ الصدفية الصدفية هي حالة جلدية تسبب حتى تؤدي إلى ظهور بقع جلدية قبيحة سيقلل كريم الكابسيسين بشكل كبير من عدد الخلايا المراد تكاثرها ويساعد في عكس آفات الجلد المناعية الذاتية يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان نظراً لأن مادة تيلينيكابسيسين في لحم الفلفل لها خصائص مضادة للأكسادة ومضادة للالتهابات فقد تمت دراستها على أنها مقاومة للسرطان يقلل من نمو خلايا سرطان البروستاتا بينما يترك الخلايا السليمة دون أن يصاب بأذن تظهر الأبحاث أيضاً أن استهلاك كميات كبيرة من الفلفل فعال ضد سرطان الثدي والبنكرياس والمثانة يحارب الإنفلونزا والرشوة لتهابات الفطرية الفلفل يمنع الإنفلونزا الفلفل الحر مليء بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسادة التي تدعم جهاز المناعة لديك وستساعد في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا وعدت الأبحاث أن بخخات الأنفل محتوية على الكابسيسين تقلل الاهتقان تؤدي زيادة درجة حرارة الجسم من تناول الفلفل الحر إلى تحفيز جهاز المناعة على مكافحة فيروس نروفيروس البرد وفيروسات الإنفلونزا استهلاك الفلفل يحارب 16 سلالة فطرية عن طريق الحد من مسببات الأمراض الفطرية يمنع رائحة الفم الكريهة للحفاظ على انجذاب الطرف الآخر إليك فإن تناول مسحوق الفلفل للحر يعمل كمطهر للهواء الذي تخرجه عن طريق تحسين رائحة أنفاسك يمنع الحساسية حساسية لقاح النحل بسبب الفوائد المضادة للالتهابات للكابسيسين يمكن للفلفل للحر أن يساعد في منع الحساسية وأعراض الحساسية